هذا واحد مغربي وهذا المغربي يقول كلنا إسرائيليون السلام عليكم خوتي أخواتي مرحبا بكم المهم في هذا الفيديو هذا الفيديو الرد على أسعد الغير الشرعي لأنه ما تتحدث عن اليهود ونفس الوقت يتحدث عنه كما كنت تعرفوا أنه هو ديما تتحدث عنه المغربية واش عمره تتحدث عنه بلاده هذا السؤال هذا خصي جوابه واش عمره تتحدث عنه بلاده الحالة اللي يوصل لها بلاده عمره تتحدث عنه ما نظنش أنه عمره تتحدث عنه بلاده المعاناة اللي تعيشها الشعب اليماني والفقر اللي عايشين فيه والعذاب وكل شي ما عمره تتحدث عنه واخره مشي تقلبت نشوف بلاده واش نيت هما عايشين حسن منها واش نموهيم نشوف تشليقي وأكسم لكم بالله وهذا المصحف الشريف إن في صنعة وعمران وإب وذاء المناطق اللي ساعة واسمع اللي غير الشرعي الجوع دخل كل بيت ثمان سنين ونص ما بش ما بش أبسط مقاومات الحياة الناس قد عندهم اكتئاب قد عندهم فوبيا من الحياة عقلوا يا ابناء اليمن هذا الجماعة الضيئة افعلوا في صبحاتكم تحركوا ستاة عشر يستمبر باقي معنا شهرين أيوالا يكذب عليكم يكذب عليكم يحبطكم السلام عليكم مرحبا يا أختي أنت تعيشين هنا تعيشين مع الغنم طيب تنامين هنا تنامين في العشة هذه كيف حالك طيبة هذا بيتك هذا قدرك أيش تطبخي بخري أشوفه هذا غداكي يارهود هذا والله ما يجي لهي جماعة فنجار هذا بيتك هذا بيتك إنه لله هنا يراجعون طيب ايش تاكل و ايش تشرب علفك الشقر من القوح من يوم تعني لا يوم تعني الصباح و لما أنا اي حال شتو شتو بلاده الناس ما عارفين ش اللحمة شنا هو اللحم بلاد مع مركلة لحم مدة عام هذه هي اليمن هذه هي اليمن وهو يجي تكلم على المغرب أشنو بغي يدير هو بغي يخلق الفيتنا بالمغاربة تجبت واحد يهودي ربما ولا شي واحد ولا اسميته تجيبه تقول سمعوا يا المغاربة أشنو تيقوله في بلادك انتم معايشين مع الصهاينة مع اليهود أشنو بغي هو بغيت بلبلبين المغاربة وهو يرجع الله تشي اللي بغي هو وهو انصار أصب لي أنه قلف تقلت ربما هذا وقه الله لم يكن لديهم اليهود كما تتعرف أنه أي دولة كانوا عندهم اليهود ساكنين عندهم كانوا عايشين معهم وقلت رقيت في اليمن عندهم اليهود لحد الآن تقرأوا وتموا وتياكلوا وعندهم المدارس وتقرأوا ها حال هذا اسمع قال لهم راضي نجي هذا اليمن وهو اسمع صورتك متى يا معاشي أنا أريد أن أزور اليمن أشوف إذا كما سمعتوا إذا كما شفتوا هذا الفيديو أنا اللي بغيت نعرف علش هاد الغير الشرعي علش ما يدير المساعدة ولا يدير شي شي جمعيات بقى يصفت له أولاد بلاده يدعم بلاده يك جمعيات كويتية إماراتية قطرية هاد اللي سمعتوا هاد اللي جاء وداره اسميتوا يفرقون على الناس المساعدات السلام عليكم ونحن لا يدعم فقط غير الأشجر يدعم ونحن نعسل ونحن ونحن يدعم المغربة لا يدعم ما تتكلم عن بلاده أنا أصبح لديه فيديو يتكلم عن دعم اليمان ونحن ونحن يدعم بالجوع كل شي ولكن أغلبية لأن كان عندهم حرب تتوامل حد الآن كان عندهم معمر تتكلم عن هذا الشي عشانه كيف نحن نتكلم عن المغرب وجاي بغي يخلق قلفيتنا بين المغربة يقول لهم يجب أن تدفعوا على بلادكم يجب أن تنضوا يقولوا يفعلوا بغي يخلق قلفيتنا بين المغربة ويرجع الله يضحك عليهم هذا الشيء الذي يريد سمعته يجب أن تصاور ومنشورة يقولون عندكم اليهود في بلادكم يجب أن تدفعوا على بلادكم ومن اللي لقيت لقيت بلاده رفيه اليهود بلاده في اليهود لحد الآن دائرين مدارس يقروا تمام مغنيين يهوديين ما تلمحل هذا؟ يهودي يماني هاو شيء غني موسيقى عمسيدي بالصوت يماني هاو معاوتاني هاد علش ما تتكلمتيش على هادو يا الغير الشرعي علش؟ علش؟ تكلم على هادو ديف على بلادك؟ فيها الجوع فيها المجاعة فيها الفقر فيها كل شيء فيها اليهود فيها الصهاينة فيها الحرب فيها كاريتا عظمى وكل شيء تجمع فيها ما عمرناك شفناك ديفعتي الى بلادك ما عمرناك شفناك درتي شيء حاجة جاءت بلادك ولاش المغرب؟ لوقت ما تبغيت تطلع المشاهدة اجي نتكلم على المغرب وجيت التحاسب بالمغاربة صهايين عندكم يهود عندكم اي دولة عربية فيها اليهود وفيها الصهايين اي دولة كانوا فيها اي دولة اي دولة اي دولة يطلع لها واحد الانسان امي شو واحد ما واعيش ما قاريش يغلبوه في اللايف لانه يطلع شو واحد الذي قاري نيفو الذي يقمعه ويطلع شو واحد مسكين الذي لا عرفه له ابدأت تفتر ويقمعه يقول لكم ما عرفه له سوف يتكلموه في اللايف لاش اخوية تطلعو عنده وانا هذا قلنا لكم ما تدخلوش عنده لانه يطلعين معتا تنقشوا تويحوا عندها ننقش مع Test لماذا تزالحي wavelength الذي تحول لك نعرفه لماذا تتتحول لك ماذا تتناقش مع Thầy الكمبي هناك لا تمسحة لماذا أيضا المسلمين اذهب الى اليمان اتكلموا عن اليمان والجوع والفقر والضعار والذي اللي يوقعت ابنات لم تشفتو انا ابنة تهي وكل مصران مع امرو كل اللحم تهي وكل مصران ديال ونبغتش ندووز هذا الفيديو حيث اشه يتصيني على الفيديو ويجي يناقشك انت في بلادك اللي فيتوب الف درجة على بلاده لا يدعين من نصحوا المشكل الفيديو متى يوصلش الناس هذا هو المشكل الفيديو متى يوصلش الناس ولكن المهم احنا معهم